احتلت النساء والأقليات العرقية مساحة واسعة في ترشيحات الأوسكار لهذا العام في سابقة لم تشهدها دورات الجوائز السينمائية المرموقة سابقا وبحسب الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما وعلومها رشحت سيدتان عن فئة أفضل إخراج من أصل أكثر من سبعين مرشحة عن كافة الفئات للمرة الأولى في تاريخ الجوائز التي أعلنت أو أعلنت ترشيحاتها اليوم هل يسهم ذلك في تحسين صورة الأوسكار؟ لن يكتسب حفل توزيع جوائز الأوسكار الشهر المقبل بريقه المعتاد في ظل استمرار تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة لكن الأكيد أن الحفل سيشكل تتويجا لعام انقلب فيه عالم الأفلام رأسا على عقب وفي ظل استمرار الغموض المرافق لشكل الحفل المنتظر يبقى الأكيد أن شبكة ناتفليكس للبث الرقبي كانت الرابحة الأكبر هذا العام من إقفال مسارح العرض وصلاة السينما حيث تقود المنافسة بخمسة وثلاثين ترشيحا فيلم مونك من إنتاج ناتفليكس يتصدر قائمة الترشيحات بعشر تسميات بينها جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل لجاري أولدمان وأفضل ممثلة مساعدة لأماندا سيفريد واللافت هذا العام كان بروز الدور النسائي بشكل يساعد أكاديمية الفنون الأمريكية المنظمة للحفل على تخطي الانتقادات الموجهة لها بتهميش النساء والأقليات فهي اختارت هذا العام امرأتين من بين المرشحين الخمسة لجائزة أفضل مخرج هما كلوي جاو وأمريلد فنل في حين وصل عدد الترشيحات الإجمالية للنساء إلى 76 العرب ينافسون في هذه الدورة أيضا عبر فيلم المخرجة التونسية كوثر بن هنية الرجل الذي باع ظهره وهو من بطولة السوري يحيى مهيني والفرنسية ضياء ليان ومشاركة النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي أنضم إلينا عبر خدمة سكايب من واشنطن راسل ويليمز الأستاذ في فنون السينما والإعلام في الجامعة الأمريكية بواشنطن مرحبا بكم سيد راسل ما السر الذي جعل النساء والأقليات تتصدر ترشيحات الأوسكار هذا العام أولا شكرا لدعوتي والأمر بدأ بالعام 2015-2016 عندما ترأست امرأة أكاديمية الأوسكار واتخذ قرار عكس تنوع المشاركين في هذا المجال وبالتالي أن الخيار يجدر أن يأخذ بعين الاعتبار الأقليات المرأة أو غيرها وتم مضاعفة عدد أعضاء النساء في الأكاديمية وكذلك المشاركين في الأكاديمية من أقليات مختلفة إثنية وأرقية أو غيره ما مدى تأثير حركات مثل ميتو على سبيل المثال التي شغلت العالم ما مدى تأثيرها في السينما خاصة وأنها كانت متركزة بشكل أساسي في محيط الإنتاج الفني والسينما سؤال جيد جدا أعتقد أن تأثير حركة ميتو أو أنا أيضا في أمريكا وعبر العالم أدى إلى زيادة عدد التسميات في كل مجال كما أشارتم في مقدمتكم للمرة الأولى تمت تسمية امرأتان مخرجتان بنيل جائزة أفضل مخرج ولدينا تسعة ممثلين من غير البيض قد تمت تسميتهم مثلا دانيل كولويا، ستيفن يونيون، ريز أحمد، ستيفن يون وغيرهم بمعنى أنه في أكاديمية الأوسكار يمكن فقط للممثلين أن يسموا الممثلين وللمخرجين أن يسموا المخرجين أنا مثلا أعمل في مجال الصوت، يمكنني أن أسمي من أجل الصوت ولكن الجميع يمكنه أن يسمي المشاركين في مجال أفضل فيلم هل يمكن أن يؤثر ذلك على الجودة من أجل مراعاة عوامل بعينها أو محاولة تقديم الأقليات أو تشجيع النساء؟ هل يمكن أن يحدث التنازل فيما يتعلق بجودة الأفلام والمعايير الصارمة التي يفترض بأن الأكاديمية تتبعها عادة في تسمية الأوسكار؟ أعتقد أنه لابد أن نعترف جميعا بنقطة مهمة فيما يتعلق بصناعة الأفلام الأوسكار هم من أهم الجوائز وبالتالي هناك تدقيق صارم بنوعية العمل وهذه النوعية ستبقى الجودة ستبقى كانت هناك مخاوف من قبل الأعضاء القدامى أن أخذ التنوع بعين الاعتبار قد يؤثر على الجودة أو على نوعية الأفلام بمعنى التركيز على المرأة أو على الإثنية أو على العرقية ولكن نحن نرى أن هناك أفلاما جيدة جدا كانت تعرض من دون أن تحصل على الأصوات الكافية لتسميتها هل يمكن أن يشجع ذلك فعلا على صناعة سينما ونحن ننتقل إلى عصر مغاير؟ نتفليكس وحدها لديها 35 ترشيحا يعني كأن المعايير تقريبا بدأت تختلف نعم من دون شك نتفليكس لديها عدة أفلام هذه السنة ومن بين هذه الأسباب لهذه التسمية المرتفعة لنتفليكس هي لأنها شجعت المخرجين من شتى أنحاء العالم وطبعا من أمريكا لينقلوا قصصا على الشاشة وبما أن غالبية الناس كانوا في منازلهم من جراء الإغلاق ويحضرون الأفلام على التلفزيون أدى ذلك إلى زيادة مشاهدة هذا النوع من الأفلام بمن فيهم أنا كذلك شاهدت أفلام نتفليكس أكثر من أفلام وورنر برازرز مثلا في قاعة السينما لكن هل سيصبح هذا سلوكا مغايرا حتى يغير قواعد اللعبة في عالم السينما؟ مستقبلا هل ستعود الناس فعلا إلى السينما بنفس الإقبال الذي كانت عليه؟ سيعود الاهتمام بنفس الاهتمام الذي كان عليه قبل كورونا؟ أم أن نتفليكس أثبتت قواعد الآن سيبنى عليها لاحقا؟ هذا الأسبوع على سبيل المثال في لوس أنجلس فتحت صلاة السينما أبوابها بقدرة محدودة 25% أعتقد من المقاعد يمكن أن تملأ ولكن التقارير تقول أن كل المقاعد التي سمح بملئها قد امتلأت لأن الناس متحمسون جدا للعودة إلى مشاهدة الأفلام في الصلاة لا أعتقد أن الأفلام في الصلاة تخطيناها ولكن توقف هذا التوجه مع كوفيد الآن نريد أن نرى الأفلام أولا في الصالة ليس لدينا كل القدرات السينمائية الكبيرة كالشاشة الكبيرة والصوت النقي أو غيره في المنازل فأعتقد أنه لو استمر الوضع كما هو ولو احترمنا كل التدابير سنتمكن من العودة إلى صلاة السينما بأعداد وافية وهذا أمر إيجابي أما الآن فإن الأكاديمية تريد أن يشاهد الناس الأفلام خارج الصلاة فقط لتتمكن من تسميتهم في الأوسكار هل معايير الأكاديمية في تقييم وتسمية الفائزين بالأوسكار سنويا هي معايير متجردة برأيك ومبنية على أساس وعلى قواعد واضحة في التقييم؟ أعتقد أن المعايير ستبقى كما كانت عليه في السابق الاستثناء هو أنه سيكون لدينا المزيد من الوقت للحصول على التسمية في السنة العادية لو لم يظهر الفيلم قبل الأول من كانون الأول ديسمبر لما كان من الممكن أن يسمى للأوسكار ولكن هذه السنة سيسمحه بتمديد هذه المهلة لست أدري إن كان هذا التوجه سيستمر في العام 2021 قد نعود إلى تاريخ أقصاه هو الأول من ديسمبر سألتكم لأن في السنوات الماضية كانت ليلة الإعلان عن الفائزين بجوائز الأوسكار تشهد جدلا كبيرا يعني بين الرضا عن تسمية بعض الفائزين بالأوسكار والتظل من أن آخرين يستحقون تم إقصاؤهم لسبب أو لآخر ما أحاول أن أذكر الجميع به كل من يهتم طبعا بجوائز الأوسكار وأن أكثر من سلس مائة فيلم قد تم إطلاقهم هذه السنة وكل فين فيه على الأقل عشرة ممثلين فيكون العدد الشامل للممثلين سلاسة ألاف ولدينا فقط عشرين جائزة للممثلين خمسة من الرجال خمسة من نساء لأفضل ممثل وخمسة للرجال وخمسة للنساء لكل أفضل ممثل مساعد وبالتالي عدد الناس الذين يحبطونه هو أكبر بكثير من الذين يختارون وأنا أسألكم هذا السؤال كنت تتذكر الحالة الهستيرية التي وقعت عند تسمية مثلا ليوناردو ديكابريو بجائزة الأوسكار الحالة التي تقع في التقييم تقييم قرارات التسمية تسمية الأوسكار هل هي حالة مبنية على قواعد تقييم سينمائي أم هي مبنية أيضا على معايير أخرى ربما من بينها أن هذا الممثل لم يحصل على الأوسكار في دورات سابقة باختصار شديد نعم حصل في الماضي أنه كان يبدو أن ممثلا كليوناردو ديكابريو اختير لأنه لم يحصل على أوسكارات سابقا أنا برأيي كان عليه حتى الآن أن يحصل على أربعة على الأقل ولكن أحيانا لا نعرف كيف يكون التصويت في الأكاديمية أشكرك جزيلا شكرا وأعتذر منك ضيقا الوقت من واشنطن راسل ويليامز الأستاذ فيه في فنون السينما والإعلام في الجامعة الأمريكية شكرا جزيلا لك